ارتقي بين الأمم اقرأ فنور العلم ذا نور به تجلب ظلم اقرأ بفهم واستزد كي نرتقي بين الأمم اقرأ 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 مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم اقرأ الحلقة اللي فاتة تعرفنا على حرف الالف شكل حرف الالف وحركات حرف الالف وكمان تعرفنا على حرف الباء وشكل حرف الباء وحركات حرف الباء النهاردة ان شاء الله تعالى هنتعرف على حرف التاء مشاهدين الكرام احنا اتفقنا ان كل واحد فينا لي شكل وليه صوت كذلك الحروف تعرفنا على حرف الالف وقلنا ان هو من الحروف المرققة وكذلك الباء وقلنا كمان ان هم ما بينزلوش من على السطر لا في اول كلمة ولا في وسط الكلمة ولا في اخر الكلمة النهاردة هنتعرف على حرف التاء اسمه ايه تاء مش ته بس مش ته اسمه تاء اسمه ايه تاء برضو كالعادة برضو نسطر الايه الصبورة علشان تبقى زي الكراسة تمام تمام يا سيد محمد الشايك حاضر اه مشاهدين الكرام احنا اللي هنكتبه دلوقتي في كراسة شكل الحرف شكل الحرف كراسة ايه شكل الحرف يلا نطلعها كده ماشي ونكتب على اليمين شكل حرف التاء شكل حرف الايه التاء ادي التاء منفردة اهي تمام اهي ده بيصل ده في الصفحة اللي عليمين هنكتب التاء كده منفردة كده تمام كده وعالشمال يا حضرات على الشمال هنا هن ايه كده حرف التاء منفردة الصفحة اللي عليمين تمام كده الصفحة اللي عالشمال عشان دي اللي هنركز فيها كويس جدا 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 هنركز فيها علشان نتعرف على شكل حرف التاء في اول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي اخر الكلمة ان شاء الله اه الحلقة دي اسس ابنك صح الحلقة الرابعة تمام كده يبقى حرف التاء عشان نتعرف على حرف التاء يا عم عزب ادي حرف التاء في اول كلمة ده حرف التاء فين في اول كلمة حرف التاء في اول كلمة هو ماسك في اللي وراه ماهوش رفاص ماسك في اللي وراه تبقى قلنا كده مثال يا استاذ على حرف التاء كده في اول الكلمة زي ايه كده يا استاذ زي ايه تامر مثلا اهو حرف التاء في اول الكلمة ماسك في اللي وراه اهو حرف التاء في ji كلمة ماسك في اللي وراه مافيش حد يرفس التاء مش رفاص التاء مش رفاصه تمام كده؟ طب حرف تاء يا أستاذ فوسط الكلمة زي الباء تماماً لكن عليها نقطتين فيه نقطتين فوق التاء هو نفس شكل حرف الباء ونفس شكل حرف النون في وسط الكلمة ونفس شكل حرف الياء في وسط الكلمة لكن النقطتين من فوق نتأكد بكويس حيث ش wrote الباء ولياء والتاء والنون بيلغبطوا الدنيا طيب قلنا كده مثال كده على حرف التأ في وسط الكلمة كده يا أستاذ حد يقولي كده متر مثلا متر شوف التأ في عاملة إيه؟ ماسكة في اللي وراها واللي قدامها أهوه شوف متر أهي حرف التأ في وسط الكلمة ماسكة في اللي وراها واللي إيه واللي قدامها يبقى التأ في أول الكلمة ماسكة في اللي وراها التاء في وسط الكلمة فردة جنحتها الاثنين فردة جنحتها الاثنين ومسكة في الحرف اللي قدامها والحرف اللي وراه تمام كده طيب يا أستاذ حرف التاء في آخر الكلمة عايزين نشوفوا شكله إيه حرف التاء في آخر الكلمة بقى لأكتر من شكل هذه شكله هو التاء المفتوحة تمام كده هذه التاء المفتوحة هي زي قالت مثلا هنشوفها كده مثلاً اهو شوفوا التأ بقى في آخر الكلمة اهو هذه التأ هي لو ما سبقهاش حرف رفاص التأ في آخر الكلمة التأ المفتوحة هي في آخر الكلمة مسكة في الحرف اللي قدامها وما ليه أستاذ لو التأ دي سبقها حرف رفاص وبرضو في آخر الكلمة وبشكلها عامل ازاي تعال نشوف كده مثلاً بات مثلاً اهو ادي با شوفوا في حرف رفاص قبلها اللي هو الألف يا سدزة يبقى نعمل ايه يبقى الألف رفاص التأ على طول تعالوا شوفوا اهو ادي الألف رفصت التأ ده التأ في آخر الكلمة التأ المفتوحة في آخر الكلمة في شكلين كمان للتأ تمام كده حضرات تعالوا نشوفها كده في آخر الكلمة برضو تعالوا نشوفها كده اهو ممكن تبقى تأ مربوطة اهي تأ مربوطة اهي هعمل ايه هعمل شرطة كده على السطر ورقب كده وخمسة اهي تمام كده شرطة رقب خمسة ونقطتهم فوقه ده التأ في آخر الكلمة اسمها تأ مربوطة تمام لما تكبروا شوية هنقول لكم الفرق بين التأ المربوطة والهاء والتأ المفتوحة بس النهاردة عاوز اعرفكو بس شكل حرف التأ في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة زي ايه مثلا زي مدرسة اهي تعالوا نشوف بقى كده شوفوا التأ هنا اهي شوفوا اهي ادي التأ في آخر الكلمة اهي حصل ايه باخد شرطة كده ورقب صغيرة كده واطلع فوق شوية وعمل خمسة اهو ادي زي مدرسة اهي مدرسة تمام كده ادي الايه حرف التأ المربوطة في آخر الكلمة اهي تمام وده حرف التأ المفتوحة لفاخر الكلمة عشان ما نتلغبطش لما تكبروا شوية هاقول لكم انت ازاي تفرق بين التأ المربوطة والتأ المفتوحة فيه تأ برضو شكل تاني لو سبقها حرف رفاص في آخر الكلمة التأ المربوطة بتبقى شكلها ازاي يا استاذ اهي خمسة كده ونقطتين لو لاحظت ان حرف التأ في جميع حالاته ما بينزلش منع السطر فأول الكلمة في وسط الكلمة تأ مربوطة تأ مفتوحة تأ مربوطة منفردة زي ايه هنا مثلا هم اميرة مثلا اهي اميرة ادي اميرة يا ولاد ماشي يعني زميلنا محمد الملك الشناوي ماشي بيقول لي زي محمد الملكي محمد الملكي يا استاذ محمد ما فيهش تأ مربوطة خالص لا تأ مربوطة ولا تأ مربوطة لا انت عاوز تاخد درس خصوصي بس بعد الكورونا ما تخلص تمام اميرة هي اميرة شوف التأ تأ مربوطة ليه هنا بالطريقة دي يا ولاد ليه حد يقول لي كده علشان الرأ رفاصة الرأ رفاصة التأ فبقت عاملة كده تمام كده ما ينفعش حد يعملها لي كده ويلزأ لي حد يلزأ لي ليه كده هو ويعمل لي كده لا كده غلط ما ينفعش كده يا ولاد سبق حرف رفاص التأ يبقى تأ مربوطة في آخر الكلمة كده خمسة كده وعلىها نقطة تين كده يا حبيبي سريعا اتعرفنا على شكل حرف التأ في أول الكلمة وفي وسط الكلمة ولو كانت في آخر الكلمة تأ مفتوحة هي وفي آخر الكلمة تأ مربوطة ولو سبقها حرف من حروف الرفاصة كده اتعرفنا على شكل حرف التأ يلا نقفل كراسة شكل الحرف ونبدأ في حد يقول لي كده ايه الكنترول نايم ولا ايه حد يقول لي لأ النهاردة الكنترول نايم شوية يعني مش متفاعل معه تمام احنا خلاص شلنا خالص كراسة شكل الحرف ونطلع كراسة صوت الحرف وتعوي احنا تعلمنا ان صوت الحرف يعني حركات الحرف فتحة كسرة ضمة تعالوا بينا كده نشوف برضو نفس الحكاية برضو اياك حد ينزل من على السطر ما فيش حد ينزل من على السطر اهو السطور اللي عندك اللي في الكراسة دي معمولة علشان نمشي عليها وفي حروف معينة ننزل في حروف معينة ما ينفعش ننزل على السطر خلاص نهائي تعالوا نشوف حركات حرف التاء هنقول ادي التاء تاء فتحة نقول باء نقول ااء لا يا استاذ ده تاء لابد اسمع صوت حرف التاء والتاء وانا بقولها تاء بابتسم حرف التاء من الحروف المرقاقة تاء 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 فتحة تاء تاء فتحة تاء تاء فتحة تاء تاء كسرة تي تاء ضم تو تاء فتحة تاء تاء كسرة تي تاء ضم تو تاء فتحة تاء تاء كسرة تي تاء ضم تو طيب عاوزين مثال على التاء المفتوحة كده يا أستاذ مثلاً أهو تاء فتحة تاء تامرو مثلاً هذه التاء المفتوحة زي تامرو طيب التاء المكسورة حد يقول لي كده يلا حد يقول لي كده حد يقول لي كده يلا ما فيش حد معنا خلص نهائي الأستاذ محمد لا ده الأستاذ محمد والله تنفع برض الأستاذ محمد الملكة عشان بس يعني إيه يعني الناس حبيبنا يعني بيحب التبني يعني فإيه فقلنا تبنوا هذه حرف التاء أهو حرف التاء مكسورة أهو تبنوا تبروا اللي هو الذهب ماشي هذه الحرف التاء حبيب يا حلوين حرف التاء المكسورة أهو وحرف التاء المفتوحة أهو طيب مثال تاني التاء المضمومة يا أستاذ عايزين نشوف مثال عليه هذه التاء المضمومة هيه تراب مثلاً تمام كده يبقى تاء فتحة تاء تاء كسر تي طيب يا أستاذ كده خلصنا الحركات القصيرة تا فتحة تا تا كسرة تا ضمة تو وكرر ولي الأمر يكرر دايما باستمرار الحركات تا فتحة تا تا كسرة تا ضمة تو طيب يعاوزين نتشوف بقى الحركات الطويلة كده يلا بينا احنا قلنا هنا تا فتحة تا تا كسرة تي تا ضمة يلا قلوا معايا كده مش حد معايا خالص نهاية النهاردة فينك يا محمد يا شحاتة كان منفعل امبارح معاه نا كويس جدا وعم عزب برضو كان منفعل مش عارف ماله النهاردة مروح النهاردة باين تعال نشوف كده احنا قلنا الحركات القصيرة تا فتحة تا 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 عايزين نطول الحركة دي تبقى حركة طويلة نعمل ايه نعمل ايه عم عزب تبقى التا بعدها مد بالالف تا تا فتحة تا تا بعدها مد بالالف تا تا فتحة تا تا بعدها مد بالالف تا ولا بد اميز وليه الامر يتأكد من ابنه كويس جدا والمدرس يتأكد من ابنه كويس من الطالب بتاعه التلميذ بتاعه يتأكد كويس جدا منه يفرق بين الحركتين حركة قصيرة وحركة طويلة تا فتحة تا تا بعدها مد بالالف تا زي أستاذ المسال كده عليها تا مرمسا تا بعدها مد بالألف تا ميرو تا فتحة تا بعدها مد بالألف تا ولابد ميز بين الحركة القصيرة والحركة الطويلة طيب احنا قلنا تا كسرة تي تا كسرة تي طيب التا بعدها مد بالألف نقول ايه تي اه في فرق بين الحركة القصيرة والحركة الطويلة يا أستاذ تا فتحة تا تا كسرة تي طيب التا بعدها مد بالألف تي لابد فيه فرق بين القصيرة والطويلة طيب برضو الناس عشان أفكر الطلبة حبيب الحلوين المقطعطين إن المد بالألف له شكلين لابد نتعرف عليه ممكن تبقى كده عادي خالص نهاء كده في آخر الكل تمام كده يبقى دي مد بالياء حركة طويلة مد بالياء احنا قلنا تعلمنا إن حروف المد كام تلاتة تا 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 حروف المد تلاتة ألف وياء طيب تا فتحة تا تا بعدها مد بالألف تا تا كسرة تي تا بعدها مد بالياء تي يلا حبيبي وحلون كده نشوف مثال على المد بالياء كده ها هو ها هو ها دي يقول لي تي نو تمام كده تا فتحة تا تا كسرة تي تا بعدها مد بالياء تي تا فتحة تا تا بعدها مد بالألف تا تا كسرة تي تا بعدها مد بالياء تي تا بالحركة القصيرة اللي هي التو الضمة عايزيني مدها يا حبيبة حلوين يا مقطة تي نول إي ها عايزيني مدها نعمل إيه نمدها بالإيه بالياء لا ما ينفعش بالألف ما تنفعش نمدها بالإيه بالواو تعالوا كده ها دي ها دي ها دي تا هو عشان أمدها أمدها بالواو الواو بيحب المد بالواو بيحب الضمة ومادي بالياء بيحب الكسرة ومادي بالألف ها بيحب الفتحة طب عايزين مثال عليها كده آه مادي بالياء تو تو تمام كده كده تعرفنا حركات قصيرة تا تي تو حركات طويلة تا تي تو وخذنا أمثلة على حركات القصيرة والحركات والحركات الطويلة تا 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 كسرة تي تا بعدها مادي بالياء تي تا ضمة تو بعدها مادي بالواو تو كده حركات قصيرة اتعرفنا عليها والحركات الطويلة بقى ايه يا حبيبة حلوين عاودي اسمع كده حد كده شاوتر كده في الكنترول شاكلوك كده مش عاوزين تتعلموا النهاردة ولا ايه مفيش مشكلة احنا معاكم طول الليل معاكم طول الليل وكل يوم الاستاذ وليد عمارة بقول لي مفيش مشكلة احنا نخلص الاول الحرف الاول وبقى ايه من الحلقة تمام فضل السكون استاذ وليد عمارة لسه اخر حرف قبل اخر حرف طب يالله كده يا حبيبي كده عشان ناخد السكون سريعا كده عشان الاستاذ وليد كده ايه بدل ما يقفل علانة الايه اه طب يالله كده احنا قلنا التأي الساكنة يا حبيبة حلوين ينفع التأي الساكنة اعرف انطقها لوحدها كده يلا كده التأي الساكنة ينفع انطقها لوحدها ينفع انطقها لوحدها عم عزب التأي الساكنة او اي حرف ساكن ما ينفعش انطقه لوحده ابدا لابد احطه قدامه حرف يا حبيبي يا حلوين ازاي يا استاذ أحطينا مثلا الآلر أدي التاء الساكينة هي أدي التاء الساكينة هي ينفع أنطأ لوحدها أتحداك حد ينطأ التاء أو أي حرف ساكن لوحده إزاي يا أستاذ؟ لابد أحط حرفه قدامها أت 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 واحد حيقول لي تب أتأت أت وبتبت بت وحتحت حتت هتعلمني حاجة هقول له هتعلمك حاجتين مش حاجة واحدة تمام كده؟ بل حاجات كمان طيب أت أت بت 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 لوحة حت يقول معايا حت لوحي حت تبلوحو حت تبلووا وت لوي يلا وت تبلوو وت يبقى الحرف الساكن حرف ضعيف الحرف الساكن حرف ضعيف يعني الترابيزة دي ينفع تتحرك لوحدها كده؟ لا ما ينفعش طبعايا ساكنة هي ساكنة لابد أنا أحركها أنا لابد إيه؟ أحركها يبقى أت ات أوت لو بقى بت بت شوف الساكنة هو؟ بقطع النفسي على الحرف بت 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 حت 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 وت 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 يلا يا حبيبي يا حيوني اكتبوا الحاجات دي في كراسة صوت الحرف بسرعة كده علشان أديكوا شبكة إيه؟ الحرف نلخص اللي احنا خدنا النهاردة سريعا سريعا كده يا حبيبي يا حيوني يا مقطعطين يلا في شبكة الحرف لو رمينا شبكة لو رمينا شبكة الحرف يا حبيبي لو رمينا الشبكة على حرف الت حتجيب لنا إيه؟ سمك ما تنطي يا محمد واحد مش عارف حتجيب لنا إيه؟ حد يقول لي كده محمد الملكي ما مش عارف لو رميت الشبكة على حرف الت حتجيب لي إيه؟ آه كان غياب طيب كويس يا محمد يا ملكي لو رمينا الشبكة على حرف الت يا حبيبي يا حيوني يا مقطعطين حتجيب لي حركات حرف الت القصيرة والطويلة تأ فتحة تأ تأ كسرة تي تأ ضمة تو التأ بعدها منذ الألف تأ تأ بعدها منذ الياء تي التأ بعدها ما دي بلوهاو تو بي السكون يا الله لو آ أت لو إيه ات لو أت يبقى أنا بعد ما أخلص الحركات القصيرة والحركات الطويلة والسكون بتأ حرف التأ بعمل شبكة علشان أجمع اللي أنا خدته في الحصة وعرف وكرر كتير وللأمر خلي ابنك كرر كتير 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 أوي تا تي تو تا تي تو أت ات أت وهكذا طبعا بعد ما خلص خلصت الألف والباء والتأ تمام كده عايزين كلمات علشان نعرف من المطأ كلمات تضم حرف الألف وحرف التأ وهرف الباء اللي احنا خدناه وننزل بيهم ونعرف من المطأ تعالوا كده سريعا سريعا يلا أول حاجة يلا تأ فتحة تأ تأ بعدها منذ الألف تأ باء ضمة باء فتحة باء حد جدا ينطق لي كده واحد أول ما يبصلي عشان حافظ الكلمة هقول لي تاب يا أستاذ هقول لي باء غلط انت لسه صغير ما تاخدهاش بالشكل تأ فتحة تأ تأ بعدها همد بالألف تأ باء فتحة باء يبقى الكلمة على بعضها إزاي يا أستاذ تأ 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 باء تنطق كده ما ينفعش أحفظها بشكلها كده أبدا طيب هشوف حاجة تانية كده يلا هادي التأ كسرة ماشي بعدها ماد بالياء هادي النون ضمة يبقى نقول تي نو تي نو طيب كلمة تانية كده عشان حبيبي الحلوي تأ ضمة تو بعدها ماد بالواو تو تأ ضمة تو يبقى تو واحد يقول ليه تاتوتو يا أستاذ أو لا أصبر شوية أصبر شوية يا عم وليد ماشي تأ ضمة تو تأ ضمة تو بعدها ماد بالواو تو تأ ضمة تو يبقى تو تو تمام كده يا حبيبي طب مثلا عاوزين نشوف بقى كده عشان أنطأ الكلمة ماشي طب عاوزين كلمة كده ساكنة يا حبيبي حلوي خلاص مخرقنا للكريم بقول نخلص خمس دي بالضبط ماشي والأستاذ محمد فؤاد حضر الحلقة ومستمتع بيها ماشي يا أستاذ محمد ماشي من الناس المحترمة والناس اللي بتكتهد جدا واللي بتعد لهذه الحلقة أعداد فظيئ التابة تينو توتو تاب عاوزين بقى التأ الساكنة كده يا يلا يلا كده هبيبي حلوين ألف فتحة أ تأ ساكنة أت أيوا أت راب بو ما فيش حد يقول لي أتأ راب إيه أتأ راب دي ما ينفعش أو يقول لي أت راب لا 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 نقول ألف همزة فتحة أ أ تأ ساكنة أت ما ينفعش يا أستاذ محمد مالكي أمطأ التأ لوحدها ولا ألف وحدها طالما في حرف ساكن الحرف الساكن بيتنطعم ما قدامه على طول أت أت وعلم ابنك كده ما ينفعش الأتأ راب ولا أت راب ولا أت راب لا أت 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 وعودوا علىها كتير أت راب طمام طيب نقول إيه تاني أت راب ممكن أقول إيه يلا حد يقول لي كده يلا أت راب مش حد خلص نهائي يلا أهي سي سي ست رو ست ست رو سي كسرة سي تأ ساكنة ما ينفعش أنطأها لوحدها ست واحد بقى مش هيعرف ينطأ تجيب الحركات من الأول خلص نهائي أت أت بات بت بت تقول كده في نفسك في سرق كده حت 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 ست ست أهي ست أهي لو مش عارف تنطأ التاء الساكنة تعمل إزاي أت 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 بات بت بت حت 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 أول ما توصل للسين ست ست أهي ست أهي ست رأض أما رو يبقى ست تمام كده احنا نكتفي بالخمس كلمات دول عشان مش عايزين ندي الطفل حروف تانية كتير ما خدهاش فاحنا وحدة وحدة وخاصة وخاصة الألف والباء والتاء لسه في البداية بعد كده إن شاء الله هعلمه إزاي يطلع المادة والممدود وإن شاء الله يعني هعيد تاني قبل ما أدخل على حروف اللي بعد كده هعيد تاني على الحرف الألف وحرف الباء وحرف التاء مشاهدين الكرام للأسف الشديد الوقت دا همنا وكنت أتمنى يعني أعد وقت أكتر من كده مع حضراتكم بس ما تنسوش ألف فتحة أ أ إ أو أ إ أو بقى فتحة ب بقى كسرة ب بقى ضمة ب بعدها فتحة ألف ب بعدها فتحة ب بعدها فتحة ب بو كذلك الت ت ت فتحة ت كسرة ت ضمة تو ت بعدها فتحة الألف ت بعدها فتحة اليا ت بعدها فتحة الوا تو ت ت الساكن ب ت ت ت ن لبدي صوت الهمزة أسمعها ت ت ر ت ت ت الب الب الساكنة أ أو الر لا أ أب إب أو ت ت ت ت لبدي أسمع صوت الساكن صوت حرف الهامزة يبقى أسمع الهمزة صوت حرف ايه الباء يبقى اسمع صوت حرف الباء وانواقف عليه صوت حرف التاء كذلك مشاهدين الكرام اشكر جميع زملائنا الكرام اللي تعبتهم النهاردة واشكر حضراتكم وكان وقته ليل جدا النهاردة بس ان شاء الله هنعيد حرف تاني الى ايام جاي كتير معنا وان شاء الله تعالى اترككم فرعات الله وامنه الى انا التقي بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقرأ فنور العلم ذا نور به تجلب ظلم اقرأ بفهم واستزد كي نرتقي بين الأمم اقرأ فنور العلم ذا نور به تجلب ظلم اقرأ بفهم واستزد كي نرتقي بين الأمم اقرأ 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 اقرأ